هاي إيه الأخبار يا دكتور؟ بتقلق إيش حبيبتي؟ ولد أو بنتي مهمة بقى جميل شبهي كده لو كان ولد أنا سميه أنا اسمه حمايا بجد الله أهد مين ده؟ هو مين ده اللي بيه؟ ده مين؟ بتقول لك حمايا يعني أبوي أنا إيه لا ده مين؟ مين؟ مين ده؟ هو إمين؟ ده مين؟ مين ده؟ مين با؟ دمعيناها أهلا بيكم اللي أهلا بيكم فيه جوشو جوشو أهلا وسهلا بيكم برنامج جوشو أهلا بيكم فيه جوشو أهلا بيكم فيه جوشو أهلا بيكم فيه جوشو أهلا وسهلا بيكم فيه جوشو 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 أهلا بكم في جوشو 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 كل يوم خميس كل يوم خميس على التلفزيون العربي سعى التلفزيون العربي بلوعيب يا يوسف يسعيب جوشو حياك الله من الجزائر من؟ ألمانيا من السعودية سعودية عدو السعودية تكسس من الدرسة من الخرقوم موريتانيا من مرس من الماضيكا من الإمارات من الجويل من ضل الشجرة من ضل الشجرة ومن جوا البراندا يعني معلش ممكن عندنا حرب في السودان بس يعني انتقلم بكم بجوشو ما بقدرش نحوش نفسينا وربنا ان شاء الله يحفظ السودان وشكرا لكل الناس الجميلة اللي بتبعت الفيديوهات ديت على صفحة جوشو على الفيسبوك اشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب لأصبح شكرا معلم أنا مصر يا حركات اللا مش عليا شفتك لو سمحت اشترك في قناة جوشو على اليوتيوب عشان يوصلك جددنا أول بأول وهلا بكم في حلقة جديدة من جوشو النهاردة يا جماعة أنا عندي موضوع مهم جدا جدا حابة بتكلم فيه يمكن أهم موضوع هنقشه من ساعة ما بدأت البرنامج مشكلة كبيرة اقصرها عامس الناس كلها يا جماعة أنا عايز مات يا أخويت ليه يا أخوية مشكلة ايه وكلام فارغ ايه أنا موضوع يا جدعان أنتو زي ما زهقتوش منه ده أنا زهقت منه أنا جاي النهاردة وعندي مشكلة أكبر من أي حاجة هيقولها الجدع ده هو آه اسكت آي آي اسكت يا جدعان سيبكم منه هيعود بأي لكم الأسعار غلية واللي اقتصاد بينهار ومن هيقوم البلد ومن هيينقذني ويروح بسس هناك يدوت ويطلع راجل ده ويقول لك ومن ديه يا أخوية دمك خفيف قوي لأ أنا جاي من هذا الممبر الإعلامي الكبير عشان أعرض مشكلتي زي زي أي مواطن مصري ليه حق في البلد ده هيه طب أنا هحكي لكم ديكي النهار قاعدني وسندس الحمرة بتاعتي ابن الشمس أنا بقى أرقى أشعود قصب وهي بتشرف فيب بطعم البرسيب فجأة لقينا البلد كلها رقيحة عند العمدة ايه الله هو أكبر أصلا أكيد العمدة تباح وفي لحمة لك يا جدعام شر الدرجادي لحمة إيه؟ دي انتخابات العمودية وكل الناس لازم تروح تحطوا صوتها رحت واخد سندس وجارية على اللجنة الانتخابية دخلت عادي حطت صوت الحمرة دخلت بعادية تدلوا بصوتها فجأة جي شيخ الغفر وأبضوا عليها بتهمة الانضمام لزربة محظورة ونشرت ابن وأعمال العنف واخدت 15 يوم على رفصة القضية له يا شيخ الغفر له إن شاء الله اكمل نهق مش بالديابة يعني اكمل نها صوت كل من ليس له نهيق لا بس أنا مش هسقط يعني عليك يا سندس بجد مش هسقط وهطلب بحقك يا شيخ الغفر حرام عليك سندس فقال لكم إيه؟ أي نعم معركة فشلت في حقوق الإنسان بس يعني ما يدرش برضو إنا هنجرب ونطلب وحقوق الحيوان أمتى؟ أمتى أي كل الفلاح صوت زي زي باقي الناس عامل دي سندس يا شيخ الغفر لما قالت رأيها في انتخابات العمودية النهاردة مواطنة تركية فلاحة رايحة تدلي بصوتها ومع المعزة بتاعتها يعني حتى على هزا المستوى البسيط المواطن التركي شايف إن صوته له أهمية اهيه المعزة راح تصوت في الانتخابات التركية اهيهههههه pollution ايههه اما ما ليننا يا ولل اللهم صلي حنامه إهيهههه كده يا بلدي كده يا بلدي بقى صوت ماءمة المعزة في تركية مسموع عن صوتنه منتلاك انتهت كده يا جدعان يمكن يقصته بالمعزة ديت مسي اهيهههههههية يا ب 보는ك شفت في حياتك انتخابات ده لي ما شفتهاش قد ربنا يا معزة ده جنبك في زرايب المعيز فيها لو اتكلمت بتتعم المندي وبعدين جراءة تركية يعني أني كمواطن خدت على الحرمان الانتخابي لكن بتتوقع يقول معيزنا لقى تركية إن شاء الله ما اللي عنده معزة يربطها إيجاب يسعني أسوكة معيز تركية بتدخل الجاند الانتخابات ومعيزنا لقى هو في أطيب من معيزنا يا جدعان يفضلوا لعشين طلعوا منك كده هو يتحلبوا ويتحلبوا وصبرين على أمل حزم يتبرسيم حلوة وفي الآخر بتضحى بهم في العيد الكبير ويتعمل من جلدهم طب لا الأساس عمر أديم اخس بينك يا بدي يا سندس تجي تشوف الحرية بس أنا مش هسكوت يا سندس وحقق في رقابت حقق في رقابت يا سندس وقل وراءة التوالى في كل شارع في بلادي نهيق الحرية بينادي وفي كل شارع في بلادي نهيق بسم الله الرحمن الرحيي يا شيخ الغفر جايبلي إيه تحذير لبرنامج جوشو حمرتك معنا إيه بطل كلام عن حريات الزرايب يا إما مش هيحصل لها كويف ولو مش بيصدقنا وفاكرنا بنهزر معاك افتح السندول لقدامك في جزء بسيط من اللي نقدر نعمله في حمرتك إيه سندس إيه حبوشي أنت عملت إيه حرم عليك يا شيخ الغفر حرم عليك فين تصحين عملت إيه في سندس لأ لأ سندس لأ حمرتي يا سنة سقا يا أولاد حبيبتي يا سندس ده هي اللي معلمان السياسة آخر حد انتخابته في مجلس الشعب كان الأستاذ ساعد حسنان طول عمرها عندها سئلة سياسية فلسفية محدش عارف يجاوب عليها لما تتفرج على هذه التجربة لازعك إلا أنت حترم إدارة حريصة إنها تعمل انتخابات نازيهة شعب رايح بالملايين وحاسأل سؤال جايز فيه ناس تزعل منه وإحنا كمصريين ما عندناش الوعي ده يعني المواطن التركي وعيه أفضل من مواطن مصري لا طبعا إحنا مؤهلين لهذا الأمر في ظل انتخابات تنافسية وليافوز من يافوز من يافوز وليافوز من يافوز وليافوز من يافوز ليه لا ايه صحيح ليه لا يا عمر ليه لا يا كده حال تقول صعب قوي أول مرة كده ومعرفش أرد على أصول كده يا أستاذ عمر ليه يا أولاد ليه أستاذ عمر ما تقولك ده يا أخوية ليه يمكن يا أخوية المعيز كلت كل ورق الانتخابي وارد ولا يمكن قشر رز خلص فمش عارفين يسقنوا الملاخ الديمقراطي وارد أو يمكن عشان التربة الديمقراطية متعصى جله أهدل بالذات وارد جدا أصلاً أصلاً لم أعتقدش يعني يا أستاذ عمر إنه ف의 حد منع الحرية والديمقراطية عندنا في البلد مفّ Lezfe ماذا ده يا أخويا؟ بس أنا عندي لكتة صغيرة أساس عمر أنت بتقول ليه؟ إن إحنا ما عندناش الواعي غلط، الواعي في الكفر موجود بس المعزل اللي بتقرب، بتتضح من جدي وحزعل سؤال جايز فيه ناس تزعل منه ما أقول ليه؟ السؤال ده بيزعل هو من في مصر يا جدعان ممكن يزعل من سؤال ليه ما عندي ناس سندق وانتخابات؟ ليه جواب أساس عمر لأن مصر ما تعرفش غير صندوق واحد بس ليه؟ برضو ليه أبض على حمرتي وهي بتصوت وبره المعز في تركيا بتصوت عادي ليه بنحارب كل معزة؟ ليه حق الانتخابات؟ تفرق إيه انتخابات تركيا عن الانتخابات العمودية عندنا ها؟ ده ما نعرفش نين التجربة ليه ما نعرفش نين التجربة التركية الكفر عود يا جدع ما عالدش يعني وفاقي يعني لمعامد البلدني يسلم السلطة لعند مدن الدموقراطي الثاني ولا يمكن التجربة التركية فيها غلط واحنا مش عاربين هي؟ تبقى للدستور التركي هذي آخر ولاية لأردوجان ولا يستطيع أن يترشح مراه؟ إلا إلا إذا قام بتغيير الدستور يعني ممكن يتجع تاني بقى يغير ويبقى رئيس الوزر هولا في يد السلطة وممكن يسمح لنفسه بفترة رئاسية جديدة لكن typically من عمل البحثي نعم وهو هو بوتن مدفيد ده هو هو الذي أختار عدل الدستور وابدوغان عايش يقلده هو الدب الروسي يجيو عندنا في السلبه أو هاي؟ ايوه بوتن يا مدفيد ما عايش عدل الدستور ووضعت في الحج حركات الزلايم ديت أن يعرفها كويس ايوه ايوه انت عارفها يا أستاذ لميس برضو ايش كده ولا ايه؟ ده بوتين مدفيدف ايوه ايوه هو بوتين مكدونالز دهوه هو اللي مودي روس شاف دهي بهد البلد كدهوت وموقع اقتصاده اي حد يطلق يتكلمه يقول يا جدعان يا جدعان ده شوية جديان بيحربوا في بعض في روسيا وأوكرانيا رغم ان الحرب دي اتهم اللي عملينها أعلى حاجة إن لميس قالت اسم بوتين كامل أحسن يعني يحصل تشابه اسم أول حاجة نروح كلنا في دهي ده بوتين مدفيدف ايوه ايوه بوتين مكدينف دهوه اسمه بوتين مكدينف برع ابو سليم اسمه ربع يا هو والحلقة الجاية هطلع سورة بتقطه على الهوي عشان ما حدش يفهم غلط أظن يا أستاذ أناميس أصعب فترات حياتك لما دورت على اللي عدل الدستور عشان يقعد في الحوك اللي هو تعالي أنهي بلدي يا أخويا اللي عمل كده أنهي بأيوه اهي ايوه فكرت في كل البلاد إلا بلد واحدة ربه لا يا أختي يبقى ليوناء لا يا أختي برضو ليبيا ايوه قردت اوه هي روسيا ايوه صح جدع جدع يا ناميس جدع بس مش ملاحظة حاجة أنا أستاذ ناميس من ساعة ما بوتين عمل تعديل عشان يقعد في الحوك والتضخم والأسعار زادت والديون زادت والشعب بقيت بوتين منه لا وضع كده يا جدعان إن المعيز مش يتاخد حريتها في كفر عوض ايه نستورة حريتها من بره طيب ولا ايه مين يا جدعان يدفع عن صوت المعيز في الانتخابات مين اللي في الإعلام اللي بره يطلع يتكلم عن التجربة الديمقراطية التركية ويحاولي فاهمها لنا يعني يمكن نعرف من إيه لها في كفر عوض عشان معيزنا تعرف تنتخب معنا من أنقرة الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور خيري كرباعي الجغلو مليونان ونصف فقط هو الفارق لماذا برأيك لم يفلحك الجدار أغلو في إقناع هذا العدد البسيط من الناغبين إذا نظرتم إلى خريطة نتائج الانتخابات أن تحالف الأمة فاز في المدن أكثر تحضران والمناطق التي سيطر عليها أردوغان مناطق فقيرة داخلية قروية أيوة ما هم القرويين يا أخوية لا قدعنا نفهم بقى ما هم الفلاحين إن شاء الله وإحنا الحيطة المقيلة إلى أحد يجيس يدعلنه ولا لازم يعني أكون ابن العم دي عشان يكون ليقصود في البلد لأ أفوق ده الديمقراطية سموها ديمقراطية عشان بتساوي بين الغلي والفقير القروي وابن المدينة المتعلم واللي زي حضرتك كده يا أخوية ده أنت اقطاعي جدا حتى بص اسمك أيوة اقطاعي أبن عن جد مش بعيد يكون اسمه بالكامل خيري كرباك لسواع على تفاصل فلاحية إيه دي يعني الديمقراطية للناس اللي بتلبس بدل وأغنيها بس وأنت يا أختي من ده قوي لماذا لم يفلح كل إشدار في جامعة 2 مليون ده لو جمع الدودة من المحصول كان هيبقى أسهل دره إيه عايزة ينزل عند الفلاحين متوسط الثقافة والفقرة ورجله تتعصن وتتهرن أموس عشان 2 ونص مليون صوت ده غور الدمقراطية يا شيخة ما جاش في الماكيك يا أختي إن الاتنين مليون صوت دول الدول صوتهم هم مقتنعين به ولا فاكرهم كده زي بعض الدول العربية اللي ما جاش فيها غير اتنين الرؤساء في آخر سبعة تلاتين سنة أنا بس اللي باستغربوا إن المعزة اللي راحت الانتخبات التركية ما عندهاش الطبقية دي على المعزة أخوتها إيه طبع من ايه من يا غدعاني فاهم التجربة التركية عشان انقيها الكفر عوض واعلم المعز بتاعتنا زيت انتخب إن الأمور تسير بالفعل إلى أردوغان لماذا أردوغان؟ أن أردوغان لم ينجح بصورة باهرة يعني تقريبا أغرى حتى اشترى الناس نصف المجتمع التركي لم يصوت له تعبت اسطنبول من أردوغان جاء بسردية قومية وسردية دينية أعطت الأولوية والغلبة لتركيا العميقة بالموازات مع تركيا الكمالية المثقفة ذي النزعة الأوروبية لا أقول لكم يا جدعان أنا من النهاردة جوسويت ريكون توتوك ليست لتوغ ودي الحاجة الوحدة اللي تعليمته من التعليم المصري الفرنساوي نزعة أوروبية هي هانل لا تكوني فاكره إن قاعد كده في كفر عوض ومش بخرج منها دا يلفت أوروبا حت حتة وزورت باريس أكتر من أربع مرات وحب أقولك من زيارتي إن الريحة تحت بورج إيفل أنيل من ريحة الزريبة عندنا من كدر الناس يعان اللي هي بقول لك إيه داني بقول لهم هناك عندكم شطافة يدوني شاليمون لا أقول لك يا أختي إن صورة الفرنسية أي مع الحرية والعدالة وأهم حاجة المساواة المساواة هانل دا لو كنت سألت الحمارة صندوس بتاعتي عن فرنسا كنت هتقول لي إن الصورة الفرنسية قامت على كتف الفلاحين والعمال طب أقول لك حاجة عارفة لو كنت سألت المعزة السؤال ده وكت هتجاوب تقول إيه لا يا أختي ما كنتش هتجاوب عشان المعز مش بتفتي في المواضيع اللي ما بتفهمش فيه هي هيدا الدول الأوروبية أختي اللي بتتمحاكي فيها وبتعاير يلد صوتهم من أردغان إن هم مزي الأوروبيين متحضرين دا كويس إن هم مزيهم الأطراق في فرنسا انتخبوا أردغان يا جدعان بناء على القرار ده هو أنا خلاص قررت المعزة بتاعت السنة دي مش هتروح باريس في اليورو تريب نصف المجتمع التركي لم يصوت له يعني نعمل إيه نحسبها تعادل يعني وسعدوا الاتنين لنص النهاية ولا إيه القصة ما هو حضرتك لازم حد يكسب ما هي دي الدموقراطية طيب نجيب لك من ينتخب حمر الحاكم أنا بس عايز أقول كلمة خيرة إن أكبر وأهم حركات التجدد اللي طورت العالم اللي احنا عايش في دلوقت وبنفتخر بقى أفكاره اللي من ضمنها محاربة العنصرية والطبقية والملاطقية عندنا لما حد يجي يحلل بيستخدم الترويج للحاجات ديت عشان يمدح بيها نفسه ويضرب خصوم السياسيين بس على مين دني تربية كفر عوض استنوني أهلا بيكم مرة تانية أي انتخابات بتبنى زهتها من لحظة إعلان النتيجة لما بتشوف رد فعل الرأي العام لو الناس اتفاجئت يبقى المنافسة كانت شارسة لو محدش يتفاجئ نقول عليها انتخابات مطبوخة وأظن دي عارفين طعمها كويس بصراحة انتخابات تركية فكرتني كده بانتخابات حصلت عندنا في مصر يجي من عشر سنين نفس الحجد ونفس الاهتمام الإعلامي ونفس المنافسة حتى مستوى الإشعاعات هو هو حتى النتائج كانت متقربة ياه عشنا يومين من الزمن الجميل لحد كده مشوية محنكين قالونا بلاش نمشي على الجي بي اس وطلعنا كبري لحد دلوقتي مش عارفين ننزل منه بس النهاردة وبعد عشر سنين أكيد الإعلام المصري بيتفرج على انتخابات تركية يقولوا لبعض ياه فين أيام اللقاءات والانفرادات الصحفية المناظرات وجلد السياسيين لبعض كان بيجلنا ملايين المشاهدات دلوقتي كلنا بنقرأ من نفس السكريبت ومشاهداتنا أقلم الانتخب حمدين بس ما تقلقوش أنا مش مستنى أحمد موسى ونشعة دي يتأمله في أي حاجة من كده لا 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 دول أصلا مقتنعين إن الانتخابات ضرب من ضروب العتها النفسي يعني دي حاجة ما يخدش بالو منها تلحد كده كم معرض سياسي وبيطالب طول عمره بالديمقراطية وبتعدد الأحزاب المواطن العادي يقول مش ده اللي انتو بتتهموه بإنه ديكتاتور اللي هو أردوغان الرجل اللي بتروع عليه بيزور الانتخابات واقف في الاستبداده الديكتاتوري على واحد في المية مش بس كده وكمان بتروع عليه ديكتاتور ومستبد وهو أقصى حاجة عايز ينجح بيها خمسين ونص في المية مش بس كده وإنه حزب العدالة والتنمية نفسه يفقد تلاتين مقعد في الانتخابات دي ورغم الخسائر اللي بيتلقاها أبداً لا تنفي ديكتاتوريته نعم أردوغان مستبد موضوع قولاً فاصلاً منتهياً محسوماً انت عارف المشكلة في ايه يا هيمة؟ يعني هي المشكلة الوحيدة انك تفتح شباك الستيديو عندك وتبص منه عارف هتلاقي ايه؟ هتلاقي أردوغان مستبد طبعاً ازاي بقى لك في سلطة اكتر من عشرين سنة وتقف معك على واحد في المية تعارف ابن خلتك أب كم؟ ولا أخلي بالك واحد وخمسين في المية دي مستحيل تخليك رئيس عندنا دي آخر أتدخلك حربية بس لو اتخرجت وترشحت هنزود لك درجات المستوى الرفيع عشان تقفل التسعين في المية وتبقى على طول من الأوائل ما شاء الله يا هيمة ثقة في الكلام ما تطلعش غير من معارض تركي شارس بقاله عشر سنين بيعارض أردوغان هو ده إبراهيم عيسى ولا إبراهيم أغلو لأ وبيكلم الجمهور ولا كأنه مش فهمين حاجة المواطن العادي تعالى كده يا مواطن يا عادي يا بسيطة فهمك السياسة التركية ماشي أزاي لا لا سيبك من أردوغان الدكتاتور ده ده عايز يفوز بخمسين ونصف في المية أهل لرئيس ديمقراطي عندنا بيفوز بتسعين في المية ومش بس كده يفقد تلاتين مقعد طبعا لك حق تخسر تلاتين مقعد في البرلمان يا أردوغان إحنا عندنا بننجز وبنلعب على اللي بياخد كل الكراسي وبيبقى اختار هو المعزيم جراء أتراك بقى إحنا اللي هنعلمكم الدمقراطية بقى ولا إيه ده إحنا عندنا تلات معارضين بحلو في البرلمان ويكونوا بنقول الله حي الرابع جاي الله حي الرابع جاي ومجاش لا لا فعلا أردوغان مستبد وعنيد وفاكر نفسه هيحل مشاكل البلد واقف للسداد والدكتاتورية على واحد في المية كان بروض تلم التسعة واربعين في المية دول يا أردوغان وتديهم تسعين يوم حبس احتياط تفضل كيات تجدد لهم لحد الانتخابات الجاي عشان تاخدها باكتساح لا واضح كده أن هيما مش عاجبوا التجربة الديمقراطية في تركيا أصل إزاي برضو معارضة يا جماعة تاخد نص أصوات البلد وفي نفس الوقت بتكسب مقاعد في البرلمان هو مش المفروض بنلعب إن الولد هو اللي بيقش لا أقول لكم إيه إحنا فعلا محتاجين التطمن على دماغ إبراهيم عيسى واضح أنه غير مفهوم الاستداد عنده ده الكل عندنا دلوقتي بينادي بفتح المجال العام عشان دخلنا على الانتخابات إحنا كمان عايزين تعددية سياسية عشان ناس تتشجع وتترشح لازم الناس كلها تشارك في التصويت هامش حركة في الانتخابات أكبر الكلام كله على الهوامش فيش كلام على يعني متن حقيقي أو يعني شيء كامل حكذا على الهوامش وإنك إنت لو اشتغلت على نرجع هامش للمعارضة هامش للحرية خلينا واضحين منصرحة مع بعض أي هامش أي هامش خمسة سنطي أو عشرة متر هيؤدي إلى الفوضى خمسة سنطي دول هيعملوا فوضى لا لو كده رايح فين يا هامش يا ابن الهامش من نكليه يا البلد سعيب ألا متخافش يا أبراهيم إن شاء الله قدام نمشي على سطر ديمقراطية ونسيب سطر عادين ده إحنا طلبتنا يعني مش كتير عايزين هامش حرية ملاحظة تعددية عنوان ديمقراطية اخدوا انتوا بقى الصفحة هامش للمعارضة كتير هامش ياخر المعارضة ده هم ثلاثة بس يفعلهم ستيكي نوت والله يكفيهم المشكلة بس لو المعارضة كترت يا هيمة يعني الهامش مش هيكفيهم يبقوا يناموا خلف الخلاف ذا ولا يعودوا على الحجر بعض ده هم ثلاثة خلي بالكم بساحة الحرية ممكن تجيب ايه للفوضى تجيب فوضى ولو قدر الله الأمور فلتت مننا هيبقى عندنا ايه يعني بعد الشر بعد الشر حاجة اسمها ديمقراطية يالهارا بيض معلش يعني الهامش خمسة سنط حريات ده يعني هندهم لك فين ده هم أخيرهم تاخدهم في اسباحك وانت بتصوى وبعدين وقت التصويت صغيرة ما بتكفيش غير رمز واحد هديك تحط علامة صح هتحطها في الهامش فش هتتحسب فهي هيها معلش برضو يعني إبراهيم عنده منطق ما ينفعش حد ياخد نص نسبة التصويت زي تركيا ويخش بالبلد جولة إعادة عايز تجح هات يبقى المجموع من أول جولة وما تدخلش البلد سمر كورس وترجع تقول بقى مفيش حرية خمسة سنط يخرب بيتي الخمسة سنط اللي تعبينك خمسة سنط دول بيدحكوني قوي دول يعملوا فوضى دول صغيرين أه هيمة مش بحصلة حتى المقاسة الطبيعي للديمقراطية صدقني مش هتحس بالحرية بالخمسة سنط دول كده الانتخابات هتبقى صعبة عليك قوي ما تيجو نعمل هدي الحيوية ما تيجو رشح القميبة كده ونريب نشاطة تحت الميكروسكوب أصل لو عدت الهامش هيلو عليها خلية إرهابية دول يعني بلعبوا في خمسة سنط حريات وبصلي الموضوع من الهامش بس إبراهيم صريح بص من أولة كده بقولك الكلام على إيه كلام كله على الهامش معلش بقى فمش هينفع نتكلم عن التجربة التركية من الهامش مفوش حرية ده بصوا بسمي الفكرة بتاعته إيه نقط تحت الحروف أصل لو حطوا نقط على الحروف سقف الحريات هينزل فوق دماغه الناس بس يكتب في التتر هذا البرنامج على الهامش ولا يموت للواقع بصلاة لأ واضح كده يا جماعة إن الإعلام البصري كله على الهامش طب بصوا إحنا نطلع الإعلام الموازن في تركيا هو أكيد من يتابع المعركة الانتخابية من تركيا هما بقى اللي يقولولك يا هيما إن هامش الحرية ده مستحيل يتسبب فوضى في البلد عالم الاجتماع الفرنسي جوستاف ليبور يقول إذا أردت أن تسيطر على الجماهير خوفها هذه الانتخابات هي معركة ملاسكر هذه الانتخابات هي حرب بين السلطان ألب أرسلان رحمه الله والامبراطور البزنطي قسطنطين فلو وصل كمالك الإجدار أغلو والشيعيين إلى الحكم في تركيا سوف تذبحون وتجد المليشيات الشيعية البكاكا وغيرها والله لا يملؤون كل تركيا أشلاء ودماء الإجدار أغلو سيقوم بدفن تركيا بقتل تركيا بذبح تركيا بموت تركيا السكين على رقبة تركيا وإن ذبح تركيا وقطع رأسها مسألة وقت وسوف تكون مجازر كبيرة وحرب تستمر خمس سنوات عشر سنوات لن يكون أتركها بعد اليوم فقبل أن تندموا فقبل أن تندموا ولن ينفع ندمكم قبل أن تكونوا لاجئين مشاردين مثل السوريين والعراقيين لن تجدوا دولة تقبلكم إلا أن تذهب اليوم وانهارت تركيا وانضلعت حرب أهلية وفصلت من عملك وشرتها وأصبحت مشارد مثل السوريين تروح تكنس البلاط في فيينا ولا في ألمانيا ولا تقصد السحول عد اليونانيين لإصلاح هذه الكريتها يجب التحرك على عدة مسارات يجب على المرأة التركية أن تنجب أربعة أطفال أو حتى خمسة أطفال غير كده أقول للأتراك ستنقرضون ستنقرضون يجب على كل الشعب التركي أن يعد بلازيل الانتخابات وأنا بقول للأتراك نزلوا فيديوهاتي واحتفظوا بيها ستحتاجونها إذا حجبكم كالنجدار أغلو مشاهدوها بس لو الشرط عرفت أننا عندكم فيديوهات صبر مشهورة هتعتقلكم أنت بتكلم مينة ملواني بالمصري بتاعك ده أتكلم أتراك وعايز من يحتفظ في فيديوهاتك كمان طب ده نشر وعي ولا عقاب تخيل كده أب معرض لأردغان دخل على أبنه وفتح اللابتوب إيه ده يا ولد أنت بتتفرج على الملواني لا والله يا بابا ده أنا بتتفرج على موقع لازرق التاني آه خضطني أنت عارف المشكلة لوحدة إيه يا ملواني إنه لو الشرطة جاتع في تقاليدك وسب فيديوهاتك عارفت تقول له بإيه تركي الشيك مالبس الدخل في الشأن التركي ليه كده يا ملواني يعني تركيا تديك همش حرية تقال ليه بفتح القسطنطنية يا أخي بواسط التجربة الديمقراطية الجميلة بتاعتهم كفاة بقت أخوف للناس لجدار أغلوسة يقوم بدفن تركيا بقتل تركيا بذبح تركيا بموت تركيا السكين على رقبة تركيا وإن ذبح تركيا وقطع رأسها مسألة وقت نزل سيفك يا ملواني وحدة شوية يا أخي الكلام ده لما يكون مرشح حزب البعث مش الشعب تقاربوا الأصوات ده جوا الصندوق برا الصندوق البلد بحكومة قانون عادي بعدين حضرتك يعني اللي بينتخب بيغسل صباعه وخلصة الليلة يا ملواني أنت كده مش بتسيطر على الجماهير أنت كده بتتحك على الجماهير إلا من تذهب اليوم وانهارت تركيا وانضلعت حرب أهلية وفصلت من عاملك وشرتت وأصبحت مشارض مثل السوريين تروح تكنس البلاط في فيينا ولا في ألمانيا ولا تقصد الصحون عبداليونانيين والله يعني يا ملواني السوري أشرف ليه يكسب رزقه من غسل الصحون ولأنه يكسبهم من الدحك عبداليون يا ملواني يعني معلش يعني السوري اللي طلع من بلده مطلعش بسبب الانتخابات السورية عشان تقارنه بالتجربة الديمقراطية الجميلة دي يعني السوري اللي طلع بقى مسل النجاح في كل البلاد اللي راحها ربا سمعة طيبا السوريين أنا أعرف بقى واحد الحاجة الوحيدة اللي ربها كانت لغده وبعدين معلش يعني هو كمالك الاشدار دا لو كسب هيجر الأتراك يخسر الصحون واسبك إنت يا صبر دا أنت هيبسح بيك البلاطة العثماني بصلا يعني بعد ما أنت اتبت واحد تركي وقلت له يا صهيوني يا حفيد المغول وخلته يرفع عليك قضية يعني كل التروع دا عشان طفل دا عملتك فأنت ما فيش منك حل خالص يجب على المرأة التركية أن تنجب أربعة أطفال إيه دا؟ يعني تحرير تركية بيبدأ من على السرير؟ خير كده الطفل تركي صغير بيسأل أبوه بابا وأنا جيت إزاي؟ انتخابات 2023 يا سيدي كنت بغيس بك المهاردة يا ابني مكسب أردغان كان واقف على واحد في المية لو بتعمل ايه يا خال؟ انت وامراد خال؟ بنسقط كريشتار طب ملواني لو خلفوا ثمان أطفال هل كده ليه الحق أنه يترشح لمدة كمان؟ وانكشفت الخطة يا ملواني زمان المعارضة سمعتك وهينزول حبوب مانع الحملة على التمون في تركيا ملواني ركز الله ما تحولش الموضوع لإصراع ديني أو عرقي عايزين نورر الناس في الوطن العرب كله أهمية الانتخابات الديمقراطية شين يتعلموا منها ويطبقوها عندنا انتخاب أردغان أهم من جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم فأول شيء الآن على المسلمين حاليا هو انتخاب أردغان فاتجوا إلى صندوق الانتخاب انتخاب أردغان أهم من حضور جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم أهم من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والله من يذهب منهم وينتخب كل إجدار هو في جهنم بإذن الله إن شاء الله فتوبوا إلى الله أنت عندك انتخاب أردوغان أهم من حضور جناس الرسول وبفاكر الإنسان بيتسئل مال ربك مال دينك هتنتخب مين في انتخابات تركيا يا بلواني ومش أركان الإسلام خمسة انتخلتهم ستة إمت وبعدين يا عم أفرض رحت انتخبت أردوغان في الجولة الأولى ومت أفق على باب الجنة سنة الأعادة فتوبوا إلى الله أتوب إزاي دلوقتي أنا ببقيتش عارف الاسم من العمل الصالح يقول لك انتخاب أردوغان أهم من جناس الرسول صلى الله عليه وسلم لأ بجد مرسيل زوءك أنك صلت عن النبي وانت بتقلل من جناسته كده لأ بص اغبط الحسنة في السياءة وطر صفار مع بعض لأ وضح كده أن الملواني عامل طائفة دينية جديدة وهيزبط القبلة من دلوقتي على إياه صفية خلي بالك يا ملواني أردوغان ممكن يشفع لك في الدنيا مين ممكن يشفع لك في الآخرة آه صح مش مهم الملواني عنده اللي معاه أردوغان يمشي على المية بس شفت شفت إزاي عزيزي المسلم شفت إزاي القلوب بتتغير الواحد يبقى بيصلي ويصوم ويزك ويعمل العمل الصالح وآخر حياته يرتد وينتخب كل إشدار هو في جهنم بإذن الله إن شاء الله كلهم في النار لأ أعمال إيه خير بقى اللي عملوها ده فاكر يوم القيامة مش هناخد كتاب الحسنات والسيئات هناخد وقت الانتخابات طب ملواني اللي يبطل صوته دلوقتي كفرته إيه آه يتفرج عليك شهر من وتتليين صح يعني دلوقتي كواحد مصري إنت زنقتني لا من حق أروح أصوت لأردوغان ولا معايا قالت زمن أرجح أرجح ناس الرسول أعمل إيه دلوقتي أنا متخيل ملواني كده هو بيحط صوت الأردوغان وبص صوت كل إشدار يقول له بص ردها علي أن استطعت يا فعلا يا جدعان الملواني رجل قلبه معلق باللجان استنونا أهلا بكم مرة تاني بصوا يا جماعة المواطن الفترة الأخيرة بقى في علاقة توكسك كده ما بينه وبين الحكومة ما فيش خطط لأي حاجة الاقتصاد نايم خالص بس برضو مكمل تحت شعار أي كان فيكسهم بصوا التعاملة اللي جاية وإن شاء الله حالها هيتصلح طب نربطها بعيال يمكن ربنا يهديها يمكن حاجة تتغير يعني قصة تقريبك كده شايفالها شوفها تانية برة حتى اللي ما عجبوش الوضع يحاول يموف قل من العلاقة ويصرخ ضد الظروف الاقتصادية راح هتف ضد سيد مرعي سيد مرعي سيد بيك إنه اللحمة بقى بجنيه أنا بنفسي هتفت وسمعت كلام سيد علي وعملت مزهرة بس لأسف حتى سيد مرعي ماسمعنيش واستقتر يرد علي طب الراجل ما عزره ومات الحكومية عزره ده غير إنها مش سمعة حسنها بتعند الأسعار بقى بتزيد كل يوم تقريبا الناس بقى بتبيع اللحمة بالقطعة ورايب هتتبع باللقمة بقول لكم إيه أنا مبرح شفت واحد عرض كيلولحمة وكاتب كسر زيرو ده الناس بقى بتشتير البيضة وهين عليها تاخد البيض وتسيب السفار يمكن تبقى أرخص أنا زهيت من كل حلقة أطلع أتكلم عن الأسعار الأسعار كل يوم بتزيد يعني على القل يبقى فيه حل للسيطرة على الأسعار طالما ما فيش أمل في زيادة مرتبات الحقيقة تقدر تواكب الزيادة اللي مسببة مشاكل وأزمات نيعيشها حالياً كل بيته لاص يا جماعة إحنا 110 مليون مواطن مصري ما فيش واحد كده يطلع بفكرة تحل الأزمة اللي إحنا فيها دي يات لما أنام على خناء أو أسعار وصحة على خناء أو أسعار طب متوقع الحوار يبقى جوه البيت يبقى عمل إزاي؟ ما هو ما تسيب فلوس الفلوس خلصت حاجة غليت أجيب لك منين؟ ما الولاد عايزة؟ طب ما هو ما فيش تطلقني خب يلا أنت طالق محوار يومي في البيوت طب ما نشتغل على تغيير المزاج العام ما نسعد الناس شوية؟ يعني نعملوا حفلات طول الصيف بيسمع مزيكة حلوة ونخرج الناس من همومها شوية ليه بقول كده لأنه لا المحافظات محرومة من الحفلات ليه حرمين المحافظات من الحفلات؟ حرام عليكم ليه حرمينش بين الكم من سيمفونيت بتوفن؟ ليه؟ ليه بركة السبع ما فيهاش رأسة البجعة ولا هم يعني عشان فلاحين ما عرفوش غل البط حرام عليكم فإن الحفلات يا حكومة الناس في المحافظات مش حاتوا في الإشارات على تذكر حفلة ويكز مش في قلوبكو رحمة لأنا كل يوم لازم أكلم مراتي وأنا مروح أقول لها هيا حبيبتي هتسمعيني إيه النهاردة على الغدى؟ أجيب لك فراكات معي وأنا جاي ولا البليلست عندنا مليانة؟ الناس فعلا زيقوا من الأكل عايزين نتزوق فن بقى شعبك عامة زيكة الناس مش عايزة كيلو البطاطس يرخص النهس عايزة يتلحم بس الناس بدأت تعمل حملة لمقطعة اللحم والدواجن عشان زيقوا من كرشندو تصاعدوا الأسعار كل يوم نفس التصاعد عايزين بقى يقاع مختلف هو إيه؟ إحنا كشعب انكتب علينا مايستر واحد الناس بقى نفسها تاكل دور يمي فاصولية بعد كده لما تروح لجزار أول ما تسمع ان يكون اللحمة بربعمل جنيه قلوا ايه؟ حرم عليك يا أخي ربعمل جنيه؟ مين معاه ربعمل جنيه دلوقتي؟ ايه التهريك ده؟ ازاي؟ اوزين اللي كنتين بسرعة كنتين الواحد في كلبين قدام المحل اوزين لهم مص برضي ايه ده؟ ايه ده؟ بتحكوا علينا؟ فين الرقابة على الأسعار؟ فين الأسعار العدلة للسلع؟ ازاي لحد النهاردة كل يوم الأسعار بتغلق؟ فين المصورة اللي هتخطها مع اللحمة عشان الشرق؟ فين؟ ايه تقريباً افتكرت الطبقة الغنية والفقيرة دي طبقات صوت مش بالقادمين وبعدين حضرتك المواطنين مش محتاجين حفلات ايه أصلاً كده كده الحكومة مشغل لنا؟ سنفونية تايتانيك ياه أستاذ عزة أغاني ايه اللي يتهون على الناس؟ شل الهندفريلة على وحدك عشان شاكلك مستمع اللي باحصل في البلد دا الواحد من كتر من الأسعار ما بتزيت ممكن في أي لحظة كده يسأل أي مسؤول في الدولة يقولوا «ها» زودت أسعار ايه النهاردة؟ زودت أعيه النهاردة؟ السلمون الجنباري والستكوزة والجبن الريكفورد عم عظيم والأنشوجة والكافيار أنا معرفش الكافيار دا معرفوش بجد؟ أه بلج والناس لا بتكونش الحاجات دي أصلاً ولا بتاكلها؟ اللي بيأكلها بقى يدفع يدفع؟ أيوة صح؟ ايه كمان؟ أجلت الحلاقة ذات المحرك الكهربائي دول ما حدش بيستخدمهم ومجففات الشعر دول ما حدش بيستخدمهم محمصات الخبز للاستعمال أنا معرفش ايه محمصات الخبز اللي بيستوردوك بخط النظر عن تفاصيل ايه كمان؟ ساعات يد وساعات جيب ساعات كمان؟ أوروض الأبرة والباليه باليه؟ أوروض السيرك الأجنبي سيرك؟ اتزح له عالجليل اه والناس لازم يعني ودوقته والألعاب السحرية والألعاب الحواة ينفع ما يدفعش عليها حاجة اه لازم اندفع طبعاً نستفيد لو كان الدخول ايه ببلاش؟ لا ميفعش هيدخل ببلاش ونسيبه كده لازم ناخذ باله بله شوية برضو مش معاول حفلات الدسكو والحفلات الروكيسة ايه المسبل يعني يدفعوا له؟ ولا حاجة يدفعه ما فيش حاجة عن الغطس أيوة عشرين في المية ع الوحدات البحرية فوقها على الغطس؟ ياه طب الحاجات لديها الناس أتفسع حفلة سفاري ولا عندي هل دي قربتوا منها ولا سبتوها لأ الناس بزط؟ لا برضو في عليها عشرين في المية آه إيه اللي معلهوش؟ أصلاً حلقتي يا دوب بطلع ثلاث ساعات بس قولي أنت إيه اللي مزدش في خمس دقايق عشان وراها فقرات تانية أو بص قولينا يا عمي الحاكتين ثلاثة اللي معلومش الزيادة درايف في البلد ومشي فيش حاجة عن الغطر، عشرين في المية يا أحمد، إنت تقريباً كل ما تسأله يروح مزود لتقريباً ما خليك تفتح معاه أفكار للزيادة ميرين ستورمينج على الغلاء ها أحمد دخل عليه دخلت له ها زودته النهاردة مفيش حتى السلامه عليه، مفيش الصباح الخير اخلص، المواطن قاعد مش على بعضه أحيه، دا كالناقل سيحمد يلعب مع لعبة أفلام عشان يقول له اسم السلعة اللي هو من كلمتين؟ سلعة أساسية؟ السلامه انت متخيل أن نائب رئيس مجلس الشعب اللي المفروض يطلع يرفض قرارات زيادة على المواطن ويبقلبه عليه هو اللي طالع يبرر الأسعار اللي هزيد؟ طب يا عم سيب حاجة للحكومة وبعدين معقولة تزودوا 20% على التزحنق على الجليد و20% على الغطس أعوبي زيانا دلوقتي فيديوني مش كيف هي غلطتوا زيت الحلاء؟ يعني اللي هيبقى تزحنق على الجليد؟ ولا على رصة أحمد موسى؟ حلم عليكم يا جدعان؟ الراجل اللي أموجف في الشعر غلي، حلقة زلبطة؟ بس إيه دا؟ يا جدعان دا أنا أول مرة أشوف أحمد موسى متعصف كده على الأسعار اللي غليت هو كان تمام مع زيادة السلعة الأساسية بس أول ما الحفلات والغطس زادت؟ لا أعياره فلن أنا معرفش الكبير دا معرفوش تخيل حتى ضريبة على حاجة ما يعرفهاش أم الله كان يعرفه بقى زيانا يا جدعان بقى من الرز والسكر قولنا نغير في السلعة عشان المواطن ما يزهقش المواطنين اللي كانوا عايزين زيادات عشان تتساوا بالطبقة الأعلى منكم قدينا نزلناهم تحت اتساوتوا يابا كلكم لا أنا مش مستقرب من الزيادات ديات على قد ما أنا مستقرب من الرد في إيه لأحمد موسى أوف أنا حس إنه وجاب آخره فعلاً وابتدى يحس بالمواطنين الغالبان وهيتكلم بالسنة كلنا ولا إيه؟ الأسعار ضربت كل البيوت نائب ياسر عمر والله كنت يعني وأنا بهذر كده ما لقيت كل حاجة زيادة 10-5-8-15-20 ده حتى لو أنت راح الأبرة كفاية يا جماعة زيادات الفترة ديات دور السينما مثلاً أدوات الغوص كفاية أرجوكم لو أنت عامل احتفالية كفاية ضغط على المواطن الفترة ديات عايز أعمل حفلات في العاصمة حفلات بقت ترفيهية النهاردة قال لي أول أندية وقت تدخل ببلاش بتعمل جباية على المواطن وان راح النادي أنبسط تدفع ضريبة قالك حاجات المواطن ما تأثرش ملمي ليه تأثر أيوة كده يا أحمد أيوة يا أخي بقى اضرب على الكافيار وهو سخن معاك حق من يعني غير المواطن اللي هيتأثر لما يلاقي الحفلات بتاعة العاصمة غلية دي بقى جزاته أغلى عليه تذكرت الحفلة حرم عليك يا حكومة لقى أحمد بطل يتزحلق على مشاعر المواطنين ودلوقتي يتزحلق على الجليد واحد بقى بيأكل الملوقية أرديحة كده حاف كده من غير موسيقى بتوفن معقولة مش عارف أروح حفلات العاصمة الإدارية الجديدة أعمل إيه؟ بدفع بنزين رايح جاي ربع مرتبي كمان تخلوا علي تذكرت الحفلة طب أجيب لعيالي حفلات من يل ده الأغنية نزلوا طبقة وبقى بيروحوا حفلات شابه وجز الصراحة الواحد محتاج يقلي بشرط الأحزان اللي بيسمعه ده على الوش التاني ويبص للجانب الإيجابي ده أنا أول مرة تشوف أحمد موسى بهجم الحكومة ده آخر هجوم عمله كان في ماتش خمسي مع أصحابه أخيراً أخيراً هتحس بالسلع بتاعتنا ده كانوا أخذ قطوات الغطس وغطسان في الحفلات والكافير والاستاكوزة سيخن وهاجم الحكومة عشان الاستاكوزة والحفلات بلق بقى بالكهربة ولقمة العيش والسلع الأساسية لو من الحكومة أهرب دلوقتي عشان أحمد موسى هيقلب الدنيا ومش هيسيب زيادة إلا لما يتكلم عنهم إلحقوا ده عملوا عملوا إيه يا السيد ولا عملوا إيه؟ إيه اللي عملوه؟ زودوا الكهربا زود الكهربا هي الدولة كانت قالت مش هنزود كهربا ما قالت الدولة أسعار المواد الغزائية زادت ممكن زادت آه ووزير التموين هيعمل ليه يقول ليه؟ الروز زاد آه زاد حد يقول لأ وبالمناسبة جاي كله جاي وهنا هتزيد تاني وتالت وراد احنا بنزود اربعة في المية مش بنزود اربعتاشر البلد بتواجه خضايا أهم أهم من خمسة جنيه واربعة جنيه واتناشر جنيه عيب والله عيب لازم الناس تبقى تتحمل عشان بلدها تنشي وتتبني أنا معديش مشكلة على فكرة ناخد فلوس حتى لو الحاجة زادت قد الله ده حكمته هنجيب منين؟ عمري ما هتسبب في يوم الأيام إن أنا هطلع على الهوى أكلم حضراتكم أقول لكم كلامة تيجي بعد سنة ولا اتنين ولا ثلاثة تقعد تشتم فيها لا يا أحمد ما تقلقش لا هنجتك سنة ولا ثلاثة تنين عشان نشتم فيها الناس متوصية من دلوقتي قادي أحمد ودي تبقش عادي الكهرباء لما تغلع على البيوت بس مش عادي تغلع على الحفلات أحمد متضيق عشان بينداو عليه يجي يشوف غلاق الكهرباء ياخد إحنا لو جبنا ليه آي يعمل اللي إنت بتعمله مش هيقدر بقى يعترض ويعابل في وقت واحد والصراحة بقيت خايف على بروسيسر النفوخ وما يستحملش آه يا شعب البلد بتواجه قضايا أهم من الكهرباء والرز بس ما تقولش أهم من الكافيار دا كان الفاكر جاي على الحاجة عليها الإيمة زيت نصح له كده على الجليد والحاجات اللي بيتأثر بقى المواطن مال مين اللي هتأثر؟ أصح؟ مين اللي هتأثر بغلاق الحفلات والنواية دي؟ مش المواطن؟ لكن الرز دا يعني عادي مين هتأثر بيه؟ أكيد مش المواطن الرز زاد آه زاد ما يزيد الرز هأكل بدله مكرون؟ كن عيش؟ إنما الكافيار لما يزيد هنأكل بدله إيه؟ وزير انت أبوي هعمل إيه ولا إيه؟ الراجل بيحارب غلاق الليستاكوزة وأنتوا جين تكلموه في غلاق الكهربة؟ وبعدين ما عليش يعني؟ ما الليستاكوزة في صفور؟ يعني دا بينوّر ودا بينوّر وزير انت أبوي هعمل إيه ولا إيه؟ الراجل ربنا يكون في عون زمانه دلوقتي قاعد يفكر في الجمعيات اللي هيخشها عشان اللي أم تمن تسجارة حفلة في العصمة الإدلاق الجديدة أحمد موسى بدأ يتكلم لما حس إن غلاق الأسعار هيلمس الطبقة بتاعته هو لما حس إن رفاهيات بتاعته هتتأذي مقدرش يستحمل بس عادي إن الأساسيات بتاعت باقي الشعب تغلى قد الله دا حكمته هنعمل إيه؟ روحت زمان كان بتتريق على إن قارب حل دايماً للحكومة إنه كل شوية تروح لسندوق النقد الدولي بس ما كانتش قصد إنه انتوا توفروا فلوس المواسط بتاعت هناك وتستقربوا جب المواطن فين هيعمل حلول الجميلة بتاعت بنتبع فلوس أو مثلا بتجيبوا فلوس من إيه؟ هستلف تاني حتى زيادة الأزعار زمان كان بتتعمل كده في الساكراتة يوم الخميس بالليل والناس ما سيحرف ماتش ديربي بس دلوقتي بقت كل يوم أنا كنت شايف إن عز غلطة لما قالت إن حل الحفلات دا مهم لسبب واحد إن مفيش أحسن من الحفلة اللي تتعمل على المواطن كل يوم من الحكومة استنونا أهلاً بيكم مرة تانية الفقرة ديت إحنا عندنا ثلاث زواهر علمية غريبة ظهروا في مصر مؤخراً الزهرة الأولى ديت مهما سفرت بقى ولفت بره مش هتقدر تشوفها وهي إنك لو جربت تقف تلت ساعة قدام أي محل ممكن تشوف الحاجة هي بتغلى قدامك زمان كنا بنستخدم كلمات زي الحاجة غالية إيه الحاجة هتغلى؟ إنما الحاجة هتبقى بتغلى قدامك مايش ده يعني حاجة إكسكليوزف كده للشعب المواصر معلش يعني مهما تحاولوا لأ دي بتاعتنا الزهرة التانية بقى وهي القوى الشرائية في بلاد بره الحد الأدنى الأجور بيوصل لـ 1800 و 2000 دولار في الشهر كيلو اللحمة هناك بيتراوح ما بين 3 لـ 5 دولار يعني بمرتبك الشهر يتقدر تشتري 600 كيلو لحمة في الشهر ودي كده يا جماعة مش قوى الشرائية ده عجلي شرائي من أربع سنين بقى المواطن المصري اللي كان بيبقى ده 4000 جنيه كان يقدر يجيب في الشهر 40 كيلو لحمة نفس الأربع تلاف جنيه دول بعد أربع سنين دلوقتي بتجيب بس 10 كيلو لحمة ودي كده يا جماعة مش قوى الشرائية ده يكبرها قوي يعني رجول فراخ تالي الزهرة بقى معنا ودي أغربهم الصراحة وهي ظاهرة أحمد موسى لا ده حتى العلم الحديث فشل يفسر الزهرة دي بصراحة في وسط كل الأزمات اللي ذكرتها في الفقرة اللي فاتت شفنا زي أحمد بيهاجم غلاء الحفلات في العصام الإدرياء الجديدة فكرني بصافي ناز لما قالت أنا مش هرفع أجري عشان الظروف الاقتصادية بتاعة المواطن المصري لو لا أنت تمام أنت فعلا رقصة وحسها بهموم الناس اللي مقتوب مسته عموما أنت يا أحمد ظاهرة لا تستحق الدراسة بس للأسف طول ما أنت بتطلع على الإعلام وطول ما أنا بطلع في حلقات أفضل مضطر أعلمك شوية بديهيات أولهم أنك في أزمة زي غلاء الأسعار سيما بقى من تسعلك على الجليد والغطس والحفلات وتماماتك الشخصية تبقى التركز مع احتمامات المواطن وتدور على السبب وراء العجز اللي حصل في الميزانية ده الحكومة عملة تسدد من جبل مواطن لشي كده إحنا في البرنامج هنا هنديك فرصة أخيرة تثبت للناس أن أنت عندك إنسانية ولسه بتحس بمشاعر الناس أخاطب السادة أعضاء مجلس النوع كفاية يا جماعة الزيادات الفترة دية كفاية ضغط على المواطن الفترة دية كفاية تحمل المواطن حاجاته هو تاني ومش قادر فكل نائب بكرة لازم وقفة وشوفوا العاصمة أحمد موسى بكرة أول لقطات من داخل مجلس النواب الجديد بكرة شبقوها من العاصمة كلها بكرة مش أحرق حرقة العاصمة دلوقتي الدورة الجديدة هتكون في العاصمة إن شاء الله استنيها يا كون استنونا استنونا بجد لا بكرة إيه مش قادر استنى يا أحمد فكاد عايزين نعرف يا طرق إيه اللي هيحصل بكرة في البرلمان هل النواب هيوافقوا على قرارات الحكومة؟ ولا النواب هيوافقوا على قرارات الحكومة؟ أظنوا كده والله أعلم والله أعلم يعني؟ هيوافقوا على قرارات الحكومة بس الفرق المرادة إنه يمكن على نظافة وبعدها يا أحمد مش تقول للمواطن الأول أنه عنده برلمان تفاجأوا كده مرة واحدة إنه بنقل وإيه النقلة الغريبة اللي عملتها دي يا أحمد؟ يا جماعة ده كان بيهاجم البرلمان عرفوا إنه بنقل العصمة الإدارية الجديدة؟ سامحوا استعرف إيه الأغرب من النقلة بتاعتك دي يا أحمد؟ النقلة بتاعت البرلمان اللي مكلفها البلد لحد دلوقتي سبعة مليار جنيه اللي هو إحنا عايزين برلمان يحسب البرلمان على تبديد أموال البلد في البرلمان يعني كل الضرايب الأخيرة اللي البلد فرضتها على المواطن هتدخل للحكومة خمسة مليار سد في عجز الموازنة فإحنا عملنا برلمان بسبعة عشان نرفض الضرايب دي بس يا جماعة مش يمكن النقلة دي هتفرق فعلاً جايز المجلس القديم سقفوا مثلاً كناشع وبنقطة على النواب فكانوش فيقين يجيبوا حق حد لكن لما هيبقوا بقى في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله يعني هيكونوا بعيدة عن المواطن فيش تقولوا أكتر؟ فيبتدوا يفكروا فيه مش هحرق حرقة العاصمة دلوقتي؟ تحرق إيه؟ وأنتو جايبين شاكيرا تسلح المجلس لا لا أحمد أنت شوقتني بجد وخلتني مش على بعضي أرجوك أقول لي فيه إيه في المجلس الجديد؟ هل هيساعد المواطن؟ هل هيورينا قرارات جديدة؟ في صالح برضو المواطن؟ هل حصل تغيير وفي مرة كده هيستجوب الحكومة على الفشل الأخير؟ قل لي بسرعة يا أحمد إيه التغيير اللي حاصل؟ أنا متحمس جداً مبنى مجلس النواب الجديد في العاصمة الهدرية الجديدة مجلس النواب مين بيدفع؟ ليجار الحكومة ندخل مجلس النواب؟ تفضل يا شكرا يلا مجلس النواب على مصر والنصر سبعة متر في خمسة متر حاجة نعم عندنا الأربع شاشيات شاشيات بطير زر أوتوماتيك إيه كمان الإضافة اللي حصلت فيها هذه القاعة؟ النجلس عمل ألف كرسي تستوع بالزيادة لحدة ربعين خمسين سنة قدام نعم خلصنا الأوبة والكرانيش تفاعة تقريباً 37 متر تفاعة تقريباً 37 متر في أربع تدور تقريباً في النص إيه كل ده طبعاً ستيل إيه كمان؟ عندنا بلكونة خاصة للفي اي بي عندنا سبع مداخل تدخل من هنا تيجي من هنا في في وسط مدخل رئيس المجلس مدخل رئيس الجمهورية نوعية الأيوة خشب أروق مسيف الخشب ده لو حراك لاحست هتلاقيه مسقب كده وراه بردو صوف سخري كل ده عشان انتص لأيكو بتاع الصوت عشان القاعة كبيرة والصوت فممكن بقى الصوت تعمل ايكو بصراحة في بعض الناس بصراحة بقولك في بازخ بازخ في بازخ فعلاً لا لا بازخ إيه حرام عليكم أنا شايف الدنيا في الملموم خالص وكله معمول لغرض ألا أكيد يا جماعة منطقي إن الدولة تطلب زيادات في الأسعار عشان يخلصوا على التشطيب ده لازم يشطبوا الأول جبل مواطن وفاضل بس قرد صغير كده من صدوق النقد مليار يعني ولا حاجة عشان الوزراء الرخام تبقى لايق على السقف الرخام برضو بعدها ليه سقف البرلماني يبقى سبعة وثلاثين متر؟ ده النواب ما بيستخدموش منه غير خمسة سنتي بلكونات في اي بي؟ وبالصالة عن نبي عاملين بلكونات في اي بي؟ واحدة يقول لي معمولة الملي عام ده كل اللي بيجي على شكلة مصطفة بقى كنويس في الحسين لا يا معلم معلش افرض يعني ملك انجلترا جوال لحاجة عايشوف حاجة كومي دي لايت ايه؟ ناعدوا في حتة عادية؟ ما تقلقوش البلكونات في اي بي دي شاملة الفشار ونضارات السري دي لا عشان تتفرج على الخوازية مجسمة في أربع أدوار تريقة في النصر وليه في أربع أدوار بلكونات؟ عشان يعني الناس اللي حب تتفرج على النواب؟ وفي ايه هي؟ حديقة الجزم قفولة ولا ايه؟ معلش يعني هيا البلكونات بالتصميم ده؟ صح؟ أنا خايف يعني نايم كده يكون نشر بيانات الحكومة فاتنقط على تحتيه؟ يسف يسف معلش وعملين سبع مداخل يا جد عمش بهم المداخل بهم طميننا على المخارج ران لا لو على بكري نفسه يبقى فيه 44 مخرج فيه فيه وسع؟ طبعا لازل يبقى فيه وسع يا أحمد عشان يعني يساعي الزمن من اللي داخلها دي كلها لا بس أهم حاجة في المجلس زي انهم عملوه خشب ينتص الصوت هش ينتص ليكو بتاع الصوت؟ خايفين على طابلة ودانهم من صوت المواطن بصوا إحنا عندنا أي صوت بيمنعه فورة حتى صدى الصوت ده غير إن الجلسات أصلاً ما بتتزعش وبكده لا هيكون عندنا لا صوت ولا صورة المشكلة بس بالآخر إن القرار اللي هيطلع من المجلس مش هتحسوا طالع من هنا أبداً هتحسوا طالع من كشك سجاير بس والله تشكر الدولة على تشتيب الرقي ده حاجة فعلاً تليه بمقام المواطن؟ المواطن فعلاً كانت مشكلته مع المجلس اللي فات إن بلاكوناته مش ذي أي بي فاضل بس إن مجلس الشعبي يبقى ليسى لحياته اتخاذ القرار هي ده بس اللي نقصاناً يا راتي أحمد بلما إنك روحة المجلس تكلمنا شوية عن المقاعد الانتخابية عايزين نتكلم على دور المجلس الرقابي والتشريعي هنرجع ندخل نشوف الكلاسي كمان يعني كان زي كنب أو حاجة زي كده بعد هنا كل عضو إليه كرسي متحرك يعني بحيث إنه لما يرجع على وراء وقام العضو يرجع تاني مكانه الجرسي بيلف فقد عنده كل مطرق الحرية طبعاً الكرسي بيلف في كل اتجاهات لا حاجة معمولة كمان يعني نوعية الكراسي الفارش يعني حاجة لو شوف نجرب كل كرسي يليف كرسي ده مسته إنه هو لو حرك قمت يرجع تاني المكان ومن غير ما ترجعه الكراسي دي برضو من ميزاتها إنه ممكن تتفاك لو فيه نائب آخر عايز يعدي يعرف يعدي لو حد من أعضاء عايز تحرك تحرك من خلف الكراسي أو حاجة عشان يمعنده الحرية في الحركة لا أنا عندي تكنولوجيا كاملة في استخدام الكراسي كله إلكتروني لا بجد الكراسي ديت كانت أكبر مشكلة بتواجهنا ده الشغل المزبوط بقى ده الشغل المزبوط أنا فعلا المجل الزمان كنت ساعات أشوف كده عضوين ولا ثلاثة على نفس الكرسي وساعات كان يجي كده أعضاء يجوا بالكراسي بتاعتهم وقت الزحمة والمطشات المهمة يعني كان زي كنب أو حاجة زي كده الكنب الأول فعلا ده كان عامل مشكلة أوقات كتير كده تلاقي أعضاء تحب تريح وتفرد رجلية كده على الكنب بقى وديق الدنيا على بقية الأعضاء وشوقت لايهم بقى جايبين كنتاكي وشغلين أفلام على نت فيلكسوس فبينوا دولي يتدرب تقلب بقى ضل نقص ها الكرسي بيلف فقد عنده كل مطرق الحرية للناس اللي بتقول مفيش حريات قادي كرسي هو بيلف تقدر تاخد حريتك فيه ولف براحتك بقى طبعا الكرسي بيلف كل الاتجاهات كمان كل الاتجاهات؟ والله كتير عشان ما تقولش إدرحنا جابرينك على اتجاه معين يعني بتقول حزب اليسار يقدر يلفوا يساء اليمين يروحوا يمين الرجعيين قوموا من على الكرسي هو عارف مكانك ما تقلقش يا جدعان أنا في حياتي ما شوفتش حرية بالشكل ده يرجع تاني المكان ومن جد ما ترجعوه؟ لا 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 يا جدعان ده جاين ندمر المنفسين بقى ونحرق أسعار بقى لا يا جدعان لا اسرف يا عم سبعة مليار وضيع فلوسنا براحتك أهم حاجة عند المواطن المصري راحت النائب يا الهرى بيط كرسي بيرجع لوحده ما كفاية حريات يا بلد بقى بس هي فعلاك كانت مشكلة بالضاءة على وقت كتير قوي خلال كده لما كان العضو يحب يؤمن على الكرسي يبقى مضطر يرجعه تاني مكانه يا لا ده بيسحب وقت كتير جدا واحنا أهم حاجة عندنا وقت سيادت النائب وراحت لا بجدعان نفسي أحكز أي واحدة في المجلس ده ولو فيه أنظوم التقسيط يريد تبعتولي عاملين إيه تاني يا جماعة شوقتونا المجلس مجهز على أعلى مستوى حتى من التكنولوجيا تكنولوجيا تصويت إلكتروني أيضا نظام الشاشات أن أي تصويت يتم يتعرض على الشاشة دايرك تعطول أيضا كل نائب ليه وحدة التصويت الخاصة بيه وحدة التصويت دي بي فيها كارت لازم النائب هو اللي يكون حطت الكارت وبيصوت من الخالي الوحدة لو فيه أي تصويت عشان يمنع أن يحصل أي تلاعب في التصويت لأ بن يسر على الحياة النيابية أن هي تتخذ كل إجراءاتها في أثناء الجلسة ما تلقش يا أخوي مش يحصل أي تلاعب إن شاء الله مش عايش معنا ولا إيه ده هو صوت واحد اللي بتسمع عندنا بس يعني دي حاجة أنا أول مرة عرفها مجلس النواب عندنا كان فيه تصويت أصلا لأ بقى معلش بقى معلش بقى دي أول حاجة أقول عليها فيها بزخ النهاردة معلش يعني يا جي تعاني مش كلنا وفرنا مكان التصويت وجبنا البتاع دي يات وعدا أنت عايزين تقوله يعني النائبة الفاضلة اللي لبستنا في قرض وهي بتتكلم في التليفون دي فهمة في التصويت ولا حتى مهتمة أحيب دي يات مهتمين براحيتها في التكنولوجيا أنت الفترة اللي جاهت لها قاعدة في المجلس ويعملوا بس أنا استفتاء على فرض وضرائب جديدة سألهم أها أدوس فيه؟ هنا؟ هنا؟ هنا هو؟ قلنوا لي بس يا أخوي أدوس هنا؟ في قرض جديد؟ موافق؟ موافق؟ إيتان؟ صار في سبعة مليار جنالة ضافة حمام سباحة إلومبي بمجلس النواب؟ موافق؟ يا أخي هو مش شغال ولا إيه؟ لازم النائب هو اللي يكون حطة الكارت؟ الكارتر كله نعم؟ وحدة تصويت دي بي فيها كارت؟ لا تعالي يا حاجة تعالي لا يا حاجة ما ينفعش استخدم الكارتر ده في كرفور بص يا حاجة ده كارتر تستخدمي للموافقة بس عقرات في حالة عدم الموافقة هتسبك للرسالة دي يعني أنا مدخل كده الحاجة دي هتقاعدة كده في مجلس النواب بيتكلم صاحبته والله يا اخت أنا محتار أعمل لي جوزي باش عمله ولا محشي استني 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 هعمل له محشي موافقة بس يلا يا جده الحمد للأ مشكلة التصويت اتحلت لأ انتوا عارفين مجلس النواب القديم كان التصويت في واقف مفيش جهاز تصوير فالنواب يعني كانوا باضطروا بقي صوتوا في الانتركام بس فعلا كنا محتاجين نصرف سبعة مليار جنيه على تكنولوجيا التصويت وعد تشتباط الفي اي بي دي في مجلس النواب لازم برضو كده تليق باحمد مرتضى منصور بيوسف الحسيني ومصطفى بكري محمد ابو العنين البرلمان أصلا تلت ترباع معين بالأمر المباشر من الدولة بيتجمع كده بشكل صوري يصدق على قواني الدولة لكن للأمانة وكشادة حق أنا عجبني ان النظام شغال بمعايير علمية عندك ساقة في سبعة وثلاثين متر هتقولي ليه؟ يا معلم كنا بنرفع متر مع كل رفعة بنزين شايف الكرانيش اللي عاملها شايف الكرانيش دي كانت مع زيادة الصور حتى النصر دا عاملينه سبعة في خمسة بشاعتباطة سبعة في خمسة بكامل سعره في السودة تخيل تخيل يا شعب يوم ما تجيب برلمانيا حسب الحكومة على التبذير يوم ما خلي الشعب هو اللي يحسب على تكلف النقل الجديد في نهاية الحلقة ديات لو بتشوفنا من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفنا كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الأوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو دا اشترك في قناة جو شو على اليوتيوب واشترك كمان على قناة العربي أخبار على اليوتيوب واستنونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من جو شو أسبوع لخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر